عاجل وهام الجيش المصري مترقب لأي تهديدات بننشر لحضركم التفاصيل وبيان عاجل من الرئيس سيسي عن حصة بصر من مياه النيل ووجود مشكلة كبيرة وفي خبر مضحك إثيوبيا تعلن عن خط أحمر وتؤكد جاهزية قوتها للدفاع عن إثيوبيا وعاجل جزر القمر تستدعي السفير المصري بسبب سد النهضة في البداية قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول عاوزين نوصل لألفين لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر عاوزين يوصل لألف تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتو أدها وطنيين نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا وبيان عاجل من الرئيس السيسي عن حصة مصر من مياه النيل ووجود مشكلة كبيرة رئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن حصة مصر من مياه النيل لن تقل أشار لوجود مشكلة رغم حفظ حصة مصر من مياه النيل أوضح الرئيس السيسي أنه حتى مع استمرار حصة مصر من مياه النيل لكن هناك مشكلة بسبب الزيادة السكانية وتوفير المياه للأجيال المتزايدة رئيس عبدالفتاح السيسي أضاف تصريحات لرؤساء تحرير الصحف المصرية وعدد من الإعلاميين ومحرري دئاسة الجمهورية خلال جولته بالمدينة الصناعية الغذائية سيلو فودز بمدينة السداب محافظة المنوفية إحنا بنعمل كل الإجراءات دي علشان نوفر مياهنا أتابع القضية الموجودة في الريف المصر هي الاعتداء على الأراضي الزراعية أضاف حفظه على ما تبقى من الأراضي الزراعية المصدر معنا كان من اليوم السابع وهذا كان تصريح الرئيس السيسي عن حصة مصر بالمياه النيل والمشكلة الكبيرة وهي تزايد السكان ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل وهام الجيش المصري مترقب لأي تهديد قال المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية والخبير الاستراتيجي ناجي شهول إن الجيش المصري حذر ومترقب لأي تهديدات يمكن أن تتعرض لها عبر حدودها المختلفة وذكر ناجي خلال تصريحات تلفزيونية أن الغواصة الساربعة واربعين ألمانية الصنع التي وصلت لقاعدة الإسكندرية البحرية لتنضم لقوات البحرية المصرية دليل على ذلك أشار إلى أن تنوع التسليح والتدريب المشترك يرتبب بتنويع التهديدات العديدة التي تتعرض لها الدولة المصرية من جهات متعددة خلال هذا التوقيت ذكر أن قوات المسلحة المصرية يجب أن تكون مستعدة بكافة المعدات العسكرية في حال استشعار وجود خطر يهدد الدولة المصرية المصدر معنا كاملة تلفزيون المصري أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام ننتقل مع بعض الخبر آخر والحقيقة أنه خبر مضحك وإثيوبيا بتعلن عن خط أحمر وتؤكد جاهزية قواتها للدفاع عن إثيوبيا متحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي أعلن أن قوات الدفاع الإثيوبية جاهزة للحفاظ على البلاد من أي تهديد أوضح مفتي في تصريحات تلفزيونية وصحفية أن عدم احترام سيادة إثيوبيا والمصالح الوطنية هو خط أحمر وقال أن في لعديد من الرغبات المباشرة وغير المباشرة ضد المصالح القومية الإثيوبية المتحدث الرسمي كشف أن المختربين الإثيوبيين في واشنطن قد تبرعوا بمئة ألف دولار خلال هذا الأسبوع أكدوا دعمهم لقوات الدفاع الوطني من خلال مظاهرات نظمت في مدن مختلفة وفقا للمتحدث فإن المجتمع الإثيوبي الذي يعيش في مونيش قد تبرع بحوالي 15 ألف يورو لدعم المشاريع الحالية في إثيوبيا مصدر معنا كم من وكالة الأنباء الإثيوبية وبترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل جزر القمر تستدعي السفير المصري بسبب سد النهضة استدعى الجزر القمر سفرها في مصر عطاء أفندي للتشاور على خلفية مقابلة صحفية صرح فيها بدعم بلاده موقفين مصر والسودان في ملف سد النهضة وفقا لصحيفة الوطن القمرية المحلية استدعى الدولة جزر القمر سفرها لدى مصر عطاء أفندي للتشاور وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها في مقابلة مع صحيفة أخبار اليوم المصرية في الثامن من يوليو قال فيها بأن بلاده تدعم القاهرة والخرطوم في ملف سد النهضة الصحيفة ذكرت نقلا عن وزارة الخارجية أنه تم استدعاء سفير جزر القمر لدى قاهرة عطاء أفندي للتشاور في مروني من قبل وزير الخارجية الدولة جزر القمر ضهير دولكمال وأفادت الصحيفة بأنه خلافا لموقف الاتحاد الإفريقي الذي تتولى جزر القمر منصب نائب الرئيس فيه أعلن الدبلوماسي في مقابلة أن مروني أيدت القاهرة والخرطوم في ملف سد النهضة الصحيفة أشارت أن السفير عطاء أفندي أول دبلوماسي من جزر القمر يتحمل وطأة الأزمة وضح أنه يتهم باتخاذ موقف مخالف لموقف بلاده في القضية الحساسة للغاية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي المصدر معنا كان من صحيفة الوطن القمرية أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل أول تعليق من الرئيس السيسي على الاعتراض على رفع أسعار الخبز المدعوم رئيس عبد الفتاح السيسي أكد أنه يقبل باختلاف وجهة النظر فيما يتعلق بقراره الأخير بزيادة أسعار الخبز المدعوم وقال أنه في جميع تصريحاتنا هناك اختلاف في وجهات النظر وأنا أقبل اختلاف وجهات النظر لكننا نريد تحقيق السلامة لبلدنا وهناك دراسات وقياس حقيقي للقدرات ثم تعديل المواقف وأضاف الفكرة وجود رأي مختلف وأنا أرحب به لأن الاختلاف سنة من السنة الرئيس السيسي أوضح أنه حدثت نقلة جديدة في عملية الحصول على الخبز وقبل ذلك كانت هناك طوابير وتزاحم ولم يعد يحدث ذلك حاليا وتابع عند الحديث عن دولة اعدادها أكتر من 100 مليون وعند الحديث عن إعادة تنظيم المنظومة الخاصة بها ستكون هناك مشاكل رئيس السيسي رابط حديثه عن رفع سعر الخبز بتوفير التمويل اللازم للوجبات المدرسية ننتقل مع بعض القبر أخير معنا ومصر تؤكد دعمها لتونس متحدث الخارجية المصرية أحمد حافظ أعلن أن وزير الخارجية سامح شكري توجه صباحا أمس لتونس حاملا رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لنظيره التونسي قيس سعيد نقل الوزير شكري خلال لقاءه مع الرئيس التونسي قيس سعيد تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس التونسي أعرب عن تضامن مصر ودعمها في جهودها الرامية للاستجابة لتطلعات المشروع للشعب التونسي في الاستقرار والنماء على نحو يصوم مؤسسات الدولة الوطنية ويحفظ مقدرات شعبها وإراداته الحرة الوزير شكري جدد التأكيد على ثقة مصر في قدرة القيادة التونسية على تجاوز الظروف الدقيقة الحالية وفيما تتخذه من إجراءات تمكن مؤسسات الدولة من الاستجابة الناجزة لمختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والصحية شكري ألف في تصريح إعلامي بعد لقاؤه الرئيس سعيد هذه لحظة تاريخية مع شخص يعلي قيم الدستور والمؤسسات ونية الحفاظ على الدولة التونسية لتحقيق إرادة الشعب واستقراره وأمنه وأضاف كل إمكانياتنا مصخرة لدعم تونس في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة المصدر معنا كان من أرتي زي ما حضركم عارفين من كام يوم قام الرئيس قيس سعيد بيعني تعليق أعمال البرلمان لمدة شهر ويعني قام بالانقلاب على حزب النهضة وهو حركة جماعة الإخوان الإرهابية في تونس قيس سعيد وجه ضربة لهم فبالتالي مصر مساندة لهذه القضية قضية اقتلاع جذور الإخوان من الدول العربية جينا مع بعض لنهاية ناشرة الأخبار أتمنى أكون خفيفة على حضرككم وما تقلتش عليكم إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته